انا عارف ان اي شخص بيجي ارتبط بحد يعني طبيعي بيفكر في الشيك حياته في شوية صفات كتير يعني يا ترى هو بقى مختلفة ولا اتجاهاتنا صفاتنا قربنا من ربنا حتى كل حاجة طبعا لكن ان يكون من ضمن الاختيارات بقى يا ترى هو عنده فوبيا ولا اغريبة فكرت فيها بلكده ده مؤخرا بقى الكلام كله في اتجاه الموضوع الفوبيا تلاقيه كتير قوي من الناس طب انا بص انا عندي كل حاجة وعندي كل مميزات بس انا مشكلتي بخاف من السرصار انا عندي كل حاجة وعندي كل مميزات بس بحبش الدبان وبخاف منه فالفوبيا بقت اصبحت ان هي حاجة مهمة جدا اللي هيفكروا يقبلوا على الجواز ده غير الناس عايشين مع بعض او عايشين في حياتهم مع بعض لو يعني انت خالي انت قاعد انا مثلا قاعد مع صحابي على الكافية ولا حاجة وشاف فور معدي سبنا ويجري طب انا هسألك سؤال ايدي تفرق معاك ترتبط بواحدة عندها فوبيا في حاجة هتفرق معاك اه طبعا ايه طيب يعني اما لو فوبيا مثلا من الصرصير او الحاجات دي طب المشكلة مش هسيب الشغل اروحها في الصرصار انا اه يعني هتخب لها من البيت كوي يعني هتوقف الجوازة علشان الصرصار لا انا هخليها هي تضربوا بأيديها الغدل ما هي لازم يكونش لازم بالنسبة لك بص الفوبيا دي عاملالي فوبيا انت عندك فوبيا من حاجة لا ما عنديش فوبيا من حاجة وخالص يعني بصراحة يعني ممكن كنت زمان بخاف من الحاجات المرتفعة بس اشتغلت عليها شوي اه لكن انا عارفة يعني الناس اللي حوالي اللي قابلتهم في حياتي مثلا انا عندي اختي مثلا في مرة حصل معاها موقف كده غريب قوي ان في قطة وهي صغيرة تلعب معاها همسكت في وشها وفضلت مش عايزة تسيب وشها لحد دلوقتي لو شايفت قطة معدنين جنبها ممكن تطلع فوق التربيزة اه ذكرى بقى بس هي بتخاف من القطة بس مش فوبيا